عندما جاء يوسف ومريم والطفل يسوع إلى الهيكل لتقديم الطفل يسوع في أحداث عجيبة حدثت حول الميلاد وفي هذه المنطقة الروح القدس كان يلعب دور مهم وهون منشوف شخصية مميزة بيذكرها الطبيب والمؤرخ لوقة بيتكلم عن سمعان الشيخ اللي هو كان كاهن وفي نفس الوقت كان نبي الله كان ينتظر تعزية إسرائيل كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح وأوحي إليه بالروح أنه لن يرى الموت مش رايح يموت إلا ما يشوف الطفل يسوع وبتعرف لما رأى الطفل يسوع وحمل الطفل وباركه أمام الله قال هذه العبارة الآن تطلق عبدك لأن عيني قد أبصرط خلاصك هذه كلمات مهمة جدا سمي يسوع لأنه يخلص شعبه وهنا يتكلم عن الهدف والغرض لمجيء الطفل يسوع هو للخلاص أخذوا وطبعا باركوا ككاهن لأنه كان وظيفته كاهن وهو أيضا نقي وتقي وبار أيضا كان بينتظر هذه التعزية بإعلان من الروح القدس لوقت مجيء المسيح وكان بينتظر اللحظة المعينة والوقت المعينة اللي تم في هذا المجيد وتمت نبوته أيضا لكن كنبي تكلم بأمور أخرى ابتدأ يسبح الله ويبارك الله وقال هذه العبارة من خلال نبوته أيضا قال قد وضع عن الطفل يسوع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم يعني علامة هي عبارة عن معجزة سميه في إلها تفسير أو إعلان عميق جدا هذه العلامة بيتكلم طبعا بشكل إيجابي لكن من ناحية الناس اللي بيقبلوا المسيح لهم الحياة الحياة الأبدية لكن اللي بيرفضوا المسيح بيكون حجر عثرة للذين يرفضون شخص المسيح لكن تنبأ أيضا بنبوة كتير كتير مهمة بيقول مش بس إنه يسوع هو المخلص تعزيت ورجاء إسرائيل بينتظروا المسيح لمجيءوا حتى يخلص ويحرر من العبودية لكن يقول في نبوته نور إعلان للأمم وهذه أول مرة بنشوف شخص عم بيعلن الهدف لمجيء المسيح إن يكون نور إعلان للأمم وهذه النبوات مسكورة في العهد القديم وبالتحديد في نبوة إشعياء عن مجيء المسيح أنه سيكون نور إعلان للأمم وأيضا مجدا لشعبك إسرائيل وهذه الإرسالية كانت مهمة جدا لأن حتى في الكنيسة الأولى كانوا يرفضوا فكرة إن الأمم يكونوا من شعب الله بالمسيح يسوع لكن الرب تعامل في هذا المضوع ورسالة المسيح هي رسالة النور لجميع الأمم لكل من يشاهد ولكل من يسمع أيضا والتسبيحة بكل بساطة أحبائي كانت تسبيحة وترنيمة عبادية كان بيعبد الله وكانت ترنيمة خلاص بيتكلم عن خلاص الله وفداء الله وأيضا هذه الترنيمة فيها شيء مرسل بيتكلم عن إرسالية وهذه الإرسالية كما قال يسوع لشاول أرسلك لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله لأن المسيح هو نور لجميع الأمم